والقانون لا يحمي الطيبين لو شيرين مع منتج زي محسن جابر ولا نصر محروس في الآخر هيتعامل معها إنها بنته نشوف الصيغة اللي فيها حل بدل فكرة اللي هو مش هتغني أظن إنه اللي خدته شيرين أكبر بكتير من الشرط الجزائي وأعلنها صريحة لقاد انتهى زمن التطبيل على التربيزات شيرين فيه نقطة مهمة في الأربع أغاني إنها استعادت إحساسها بلاك سرق فكرة اللحب احنا بنتكلم طول الوقت عن شيرين عن المهلبية اللي عاملها في حياتها أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ورى مصنع الأغاني شيرين نزلت أغاني معل كده روتانا مساحتها معل كده شيرين نزلتها تاني معل كده روتانا مساحتها معل كده الصناعة نزلوها معل كده روتانا مساحتها إزا كده مصطفى عامل إيه؟ إزا كده يا مجابر إيه اللي بيحصل بقى ده؟ قاعدين بنزل ونتمسح عملين بانطرد الأغاني عشان نسمعها كارثة بص أولا الأغاني يعني من منطلق السماع الأول كده أنا كنت شاف أنها محاولة لإنقاذ شيرين بس محاولة جدة يعني بعيدا عن اللي نزلته قبل كده شيرين خلال السنين اللي فاتت دي الأغاني المرة دي جيدة وكانت محاولة إنقاذ نكحة لكن عارف دايما شيرين عاملة زي اللي جاي يزبط الجاكت البنطلوني يدرم هي اللي بيحصل معها إن تيجي تعمل أغاني كويسة فتحصل لها مشاكل قانونية تيجي تبقى معها أغاني أفضل فتحصل مشاكل شخصية فحالة دايرة من الجنون والحظ السيء والأزمات اللي كلها بتترتب على فكرة إنك مش عارف تدير حياتك صحة من الأول طب بس خلينا نشرح للسادة المستمعين البودكاست بتاعنا إيه اللي حصل أصلا إيه الشركة بينها وبن شيرين خلاف ليه أصلا يعني إيه الخلاف إيه طبيعة الخلاف مين معا حق مين الظالم مين المظلوم تعرق طبعا مين فينا ظالم مين فينا مظلوم بس القصة بدأت إنه روتانا تعقدت مع الشيرين عبدالوهاب سنة 2019 على عقد مدته تلت سنين ينزل في ألبومين كل ألبوم من عشر أغاني ومع الألبوم دا مع الألبومين دول اتنين فيديو كليب وتلت حفلات حصرية تلت حفلات حصرية لروتانا والشغل دا يبقى نازل حصريا على المنصات اللي تحددها روتانا سواء على يوتيوب أو على ديزير وقتها قبل ما يحصل اتفاقية التعاون اللي ما بين أنغامي وديزير والحاجات اللي حصلت دي اللي حصل إنه شيرين نزلت مجموعة أغاني بعد فترة منها الدهب ماذا؟ الدهب أه طبعا أغنية كذا أغنية أه كذا أغنية وبعدها حصل خلاف ما بينها وبين روتانا سببه إنها شايفة زي أغلب المطربين المصريين إن روتانا ما بتعملش دعاية كافية للأغاني وهي شافت إن روتانا يعني ما قدمتش اللي هي كانت بتعيدها بيه إنه هنعملك دعاية ضخمة وهنعمل وهنعمل طبعا فكرة إنه ما عملت ليش دعاية دي ده أمر مش يعني مش أقدر أقول إيه مش محدد الملابح يعني ما تقدرش تقول إيه هي الدعاية الجيدة حاجة مش ممسوكة ما تقدرش تقول إيه هي الدعاية الجيدة فيش معيار ما فيش معيار بس خليها بس قبل ما تكمل نقطة دي إنت بش شايف مثلا إن خروج إليسا وراها أنغام كذا مطرب بيخرجوا من روتانا بالفترة الأخيرة مش ده بيدعم شوية سرديل شيرين إن روتانا مهتمية بالمجوم الخليج فقط مثلا؟ هو بلا شك إنه شيرين ما تعملهاش دعاية كويسة واللي حصل مع مطربين تانيين برضو فلانات أخريات يعني نفس القصة فيش دعاية ريبة المحامي ما عافش يثبتها يعني بس ما تثبتش ما عافش تقول إزاي ده عدد عشرين أو الدور وعدد مية ومش عارف كان بوست ما فيش البنود دي ما تكتبش كان معلال في القناة بتاعتي اللي ما حدش بيشوفها بالزبط فحصل الخلاف هنا وإدارة أعمال شيرين وقتها قررت فسخ التعاقد بالاتفاق مع شيرين وهروح أشتغل مع سوني همضي مع سوني كله عايز يمضي مع سوني دلوقتي في الآخر أنا مش عارف هي عملت إيه مع سوني أصلا؟ أو بوقف سوني إيه في الموضوع دلوقتي مش فاهم فحصل الخلاف اللي حصل إنه بوتانا قررت لأ أنت مش هتنزلي حاجة غير ما تخلصي عقدك معانا وعملوا غرامة على الشيرين عبدالوهاب واللي أكد قوة موقفهم قانونيا أنا مش بتكلم فعليا في حكم قضائي يا؟ حكم قضائي وشيرين دفعت خمسة مليون جنيه تمانية مليون جنيه تمانية مليون جنيه هو كان أول خمسة وبعدين دفعت جزء تاني أعتقد بس شرط جزائي شرط جزائي وفجأت بعد كده إنه فيه شيء في العقد بيقول إنه لازم يبقى فيه تعويض والتعويض ده تختاره أو تحدده شركة روتان يعني العقدة مش بتفسخ بشارط الجزائي لأ لازم شارط الجزائي أنا عايز تعويض ليه؟ علشان أنت روحت منزل أغاني من وراي ونزلت فأنا مسحت لك الأغاني والبند في العقد بيقول إنه أنا أخد تعويض طيب عايزين كم؟ لا هم هيحددوه هم هيحددوه كمان هم فهم اللي يحددوه ده ده معناه إن العقد ده وهو بيكتب إن اللي كان بيكتب العقد ده يعني لم يكن في وعيه من طرف شرين من طرف شرين مهي مشيتو فقالا مهي مشيتو مين؟ مهي مشيتو مين؟ مهي أربوس يعني فيه صورة كده بتدحكك دايما منتشر روما بعد ما أبدو العقد هي وحسام خبيب طالعين هي مسكة شنطة وهو واقف بيدحك عارف أنت لما تزغل العينيك بالدولارات كده فتبقى أنت مبسوط وهيز بس مش عارف أنت مضيت على إيه مهي فهو واضح إن شرين عبدالوهاب وهي بتنضي كتش عارف هي بتنضي على إيه والقانون لا يحمي الطيبين والقانون لا يحمي الطيبين وفي نفس الوقت هي أنا شايف إنه إنه الأزمة إنه شرين ما عارفتش تستغل العقد هم ثلاث سنين كان ممكن تنزلي الألبومين بس يعني فير يعني هي بتقول إنها بتعمل أغاني وتتكلم مش عارف مين اسمه وإلي سامعان ولا ديفيد شارلي سامحون أنا شايف اسمه إيه الحاجات اللي شغالة في روتانا اللي شغالين في روتانا دول وتقول له خد الأغاني يقول لها ما يردش عليها ما ينزلهاش كده هم كان في تعصف من ناحيتهم أصلا ده على حسب رواية شريم النهاية كانت بتخلص الأغاني وتبعتها لهم وهما بيتكسلوا بيتبطقوا هقول لك حاجة مصدل مصلحتهم أنا مش مصدق الرواية دي ومش بكذب شريم بس بكلم في نقطة هل شركة إنتاج دفع ملايين الدولارات لفنان وهو عمل ألبومه أو عمل أغانيه وبعتها له نزلوها مش هينزلوها ليه وخصوصا حتى لو هنزلها في وقت وحش وهنزلها بدون دعاية بس هنزلها مش هركنها دي حاجة الحاجة التانية انه شريم في الوقت ده كانت مدعومة بشكل كبير من المستشار التركي ألي الشيخ والراجل يعني هو اللي أمره تانا بنت ورجعه شريم تاني وقوموها على رجلها خلوها تغني وكان فيه دعم مطلق ليها حفلات وفي الرياض وفي القاهرة وعلما انها ما كانتش طالعة بكامل اللي يقتها الفنية في الحفلات اللي عملتها غير حاجة كمان انغام مشت من روتانا اه إليسا مشت من روتانا اه يعني مفيش حد روتانا مثلا هيخدم عليه غيرك عشان يوقف شرين يعني اصلا لو انت فالن فيه مؤامرة المؤامرة دي لصالح مطربة مثلا مفيش حد من منافسات شرين مازال على قيد روتانا أصلا في روتانا مش هتتأمر عليكي لصالح حد ولا لصالح اللاشيء يعني ما يعني مفيش مصلحة من كده وهي شرين احنا عارفين ان السنتين تلاتة اللي فاتوا بتمر بتخبطات شخصية كتير جدا طبعا فأكيد في الوقت ده هي مكادش مدركة ايه اللي بيحصل حواليها يعني او انت تعاقدك وبعدين اللي انا مستغربه المحامي برضو ما كانش قوي بعترفها لا ما هو بقى كي هنا نقطة بقى مهمة انت كان معاكي أشرف عبدالعزيز وهو واحد قبل ياسر قنطوش أوكي وأشرف عبدالعزيز كان واحد من أهم المحاميين اللي متخصصين في القضايا الاقتصادية وده الراجل اللي تولى قضية عمر دياب مع روتانا وطلع عمر دياب كسبان من روتانا هو نفس المحامي؟ هو نفس المحامي أشرف عبدالعزيز طب ايه المشكلة ليه معرفش فهنا مش هيكات معرفش 8 مليون جنيه دفعته ما هو ساعتها القصة في ايه؟ عشان نوضح خلاف عمر دياب وروتانا مختلف تماما عن خلاف شيرين وروتانا عمر دياب كان خلافه مع روتانا على ألبوم باقي في عقده بعد شفت الأياب وهو كان بيقول لا أنا الموضوع بالسنين مش بالألبومات ولما روتانا مسحت أغاني عمر دياب من على يوتيوب هنا قانونيا ده مكادش موجود في العقد فعشان كده أشرف عبدالعزيز كسب القضية ويمكن كان فيه مطالبة بتعويض لعمر دياب كمان موضوع تاني خلص موضوع تاني بس اللي أنا عارفه إنه أشرف عبدالعزيز من المحاميين التقال قوي في الموضوع ده ما يغلطش القضالي من نوع ده وما أظنش إنه هو اللي مضى العقد بتاع عشرين معروتانا يعني غريباً يا عشرين وحسام راحوا مضى عقد كده راحوا مضى عقد مش عارفين هو إيه فالدنيا هتاخد مش عارف كم مليون دولار بس الصفحة الأولى بس بس صفحة التانية وبعد كده تخلت عن أشرف عبدالعزيز وجابت المحامي ياسر قنطوش وللأسف الشديد ياسر قنطوش انسحب من يومين ثلاثة من القضية ومن التعامل مع الشرين بسبب أنها طلت معامرة دي بعكة الدنيا وخبطت في المحامي بتاعها فهي كلها تصرفات احنا لغاية الوقت مش بنتكلم في مزيكة احنا بنتكلم طول الوقت عن شرين عن المهلبية اللي عاملها في حياتها فليه ليه ليه اصلا شايف برضو روتانا يعني هي شايفة ان فيه ظرف معين شخصي او حياتي بتمر بيه هذه المطربة فليه قلة المزاج يعني يعني ما نشوف صيغة شيل دا من دا من غير ما نقل مزاج الناس ونقعد نمسح الاغاني يعني برضو انا حاس ان برضو روتانا ممكن كانت تدير الموضوع بشكل فيه حكمة اكتر من كده من غير الشغل التوم وجيري دا يعني دا كان ممكن يحصل لو انت بتتكلم مع لو شيرين مع منتك زي محسن جابر ولا نصر محروس في الاخر هيتعامل معها انها بنتو بالزبط ما انا قصدي كده يعني ايه المشكلة يعني ما انما روتانا شوف ليكو كام وندفع يعني نشوف الصيغة اللي فيها حل بدل فكرة اللي هو مش هتغني هنمسح الاغاني يعني اظن انه اللي خدته شيرين اكبر بكتير من الشرط الجزائي اوكي يعني اخذ اكتر من 8 مليون لانه لا مش بالجنيه دا شيرين قضى بالدولار ما نشوف بكام جام دولار وندفع دي نقطة شوف حسابي كام ودي حاجة بقى من الكواليس شيرين عبدالوهاب عملت مشاكل لروتانا في حفلتها هي اعتذرت عن كذا حفلة قبل ما تطلع بيوم ويوم وكده ودي دايقت الناس قوي واعتقد انها يعني على مستويات اعلى من روتانا حفلتين في دبي وبيروت لا في السعودية في حفلة في السعودية كانت تريحها دبي وبيروت في حفلة في السعودية اعتذرت برضو؟ اعتذرت قبل الحفلة وجات ما عملتش بروفات بس كانت بتقول اسباب صحية اسباب صحية انا اعتذر بطريقة الناس تتقبلها وتتفهمها ما خليش اللي قدامي يجي في الاخر يقول ايه انا فيه بيني وبينك عقد انت ما نفستوش خصوصا ان الاعتذارات فجائية يعني اعتذار فجائي انا جاي وفجأة انا مش جاي انا مش عارف ايه برضو ما هي الدايرة مربوطة بعضها حياتك الشخصية متبهدلة فده بيأثر على شغلك انت مش بركز مش فايق مش في اليقتك فاللي انا عارفه انه الاعتذارات عن الحفلات المفاجأة وبعدين هناك صيغة لللي اعتذار الناس حسوا ان الشرينة اتعاملت معاهم بطريقة اصطوب عقابي لو انتم مقتلوا ادراعت لما فيش حفلات كده لا وهي طريقتها اللي عنها ده تعنت تعنت مضاد تعنت وتعنت مضاد لكن لا هو فيه مشكلة اكبر انه شرينة اتعاملت بالطريقة اللي انا وانت عارفينها اللي هي بتطلع بيها مع عمر اديب الطريقة اللي بتتكلم بيها الطريقة اللي بتتعامل بيها اللي قد يبدو ان مفهاش احترام وتأدير للاخر عفوية ودي كالوسة من كواليسة انا عارفة طيب يعني ليه الموضوع ما يتحق يعني ليه ما نحلش الموضوع يعني ايه اللي بيحول دلوقتي ان احنا نحل الموضوع ودي وكل واحد ياخد حقه بس الاغانية تتسمع تنزل تنتشر مش عارف اسمع الاغانية انا بنزلها دا واللوب بقى وسايفها على الموبايل اكبر عقاب للفنان انك تحرمه انه يغني وده اللي بيحصل دلوقتي بس ده مش عقابل المغني بس ده عقابل الجمهور كمان يعني ده حاجة مفوض انها تكون انتهت بقى فكرة ان انت تتمنى حد ان هو يغني معرفش ده ده قانونيا موقفه ايه مش قانونيا انا بتكلم غير القانون يعني يعني لازم يكون في حد كبير يتدخل حد يحل هما نفسهم يعني يتفهموا وضعها الصحي والأسري والشخصي ويشوفوا صيغة للحل حتى لو فيها فلوس ما هي قايتلهم قايتلهم انت عايز كام يا سالم يا هندي وتسيبني في حالي مش كده انتهت معامرة ديب قالت اه اه قايتلهم يقول له يا سالم يا هندي انت عايز كام وتسيبني في حالي ما هو برضو طب ما يا عايب وسألة تدفع ادفع عايب ونزلي الأغير هقول لك حاجة احيانا بيبقى فيه اطراف عندهم خلاف قانوني مع بعض لكن الخلاف ده ما كانوا المحاكم ولما باجي كلمك واتكلمني انا بقدرك وانت بتقدرني ده خلاف الكبار لكن اللي حصل في برنامج يا عامر قديم انت عايز كاما سالم يا هندي وتسيبني فاهم انت تركيبة واحد بحجم سالم الهندي كراجل يعني رئيس تنفيذي الأكبر شركة انتج في الوطن العربي تفاهم العقليات اللي تتعلم معها لكن الفكرة هنا في انه انا ارى ان حل ازمة شنين عبدالوهاب في ايد شخص واحد اقول لك مين؟ اقول لك مين؟ مين؟ المستشار تركي الشيخ المستشار تركي قال الشيخ هو اللي قدر يحل ازمة شنين عبدالوهاب دي كنوع من الدعم والتعاطف معاها يعني هو الشخص الوحيد اللي بايده حل مشكلة شنين عبدالوهاب وانا اتمنى انه هو يتدخل لحل ازمة شنين عبدالوهاب معروتانا لانه اظن ان هو مش هيقبل انه شنين تتمنع انها تغني او انه تتحبس فنيا زي ما بيقولوا بغض النظر بقى عن شرين قاعدتقول انا وحش لي سجن النسا والافوار اللي افوارتها لكن هنقول ايه؟ طب اقا في حاجة مش عاجباني شوية في كلام شرين اللي هي موضوع انا عايزة بلدي مصر تجيب لي تحميني ولا تجيب لي حقي الجاو بقا اللي هو الاستواء او تحولي الموضوع لنزاع دبلوماسي او نزاع سياسي ده بقا مش بحب انا اتجاو ده خد المفاجأة بقا في محامي مبارح عمل شكوى بطلب لوزير الثقافة انه هو يعني عمل قضية وقدم شكوى وزير الثقافة الممارسات الاحتكارية لشركة وزير الثقافة طبعا ده موضوع اعتقد انه وزارة الثقافة لا راقة لها ولا جمل فيه مش هتعرف تعمل حقا حسنه هو في عقد وفي ناس دفعت فلوس وناس قابضت فلوس في علاقة مصر والصعودية بالموضوع ليه عايزين تخلوا الموضوع نزاع بين دولتين هو موضوع نزاع بين طرفين بينهم اتفاق وفلوس وقانون بيحكم المسألة فالاستقواء انا محبش النوع ده من الاستقواء عندك حق وانا شاف ان الشرين بقت مشاكلها كتير قوي سشرين صوتها جميل قوي علىها مصطفى على راسي طبعا صوتها ما يوقفش واحساسها في الاغاني حلو وكل حاجة لا هي كمان منفوحة يعني فيها نفحة كده ربانية اللي هي بتفهم ناس يعودوا يشتغلوا بالسنين هي تنزل اغنية بس كده تصربها بسوطها عاملة نجاح عاملة حالة والاغاني متصربة بس عاملة انتشار وعاملة نجاح كبير جدا ومش بس عن منصات انت منصات مفيش منصات ولا في يوتيوب بس انت بتلاحظ الانتشار برضو تنزل الاغاني انت الشارع تسمع الاغاني ستوريز تيك توك كافرز كتير ناس بيغنوا بيعيدوا اغنى الاغنية فعاملة حالة فحرام يعني حاجة قلة مزاج قوي اتمنى ان برضو المستشار تورك الشيخ يتدخل فعلا هو الوحيد اللي في ايده الموضوع ده انا اظن ان الراجل مش هي وانا اتمنى ان الناس تاخد حقها حابة للفن يعني هو مش هيقبل ان يبقى فيه فنان يتمنع من الغنى واغنية تتقفل علشان خطر لا بالعكس في الاخر يعني انا ده تخميني مستقبلة اللي ممكن يحسن وانا اتمنى برضو الناس تاخد حقها لو في حق مادي بالتأكيد احنا برضو مش عايزين نقول اللي هو لازم تغني الغنى اهم من العقود والقانون لا القانون برضو مهم لو لها حق ما يتظلموش احنا ربنا بلانا باتنين في الوسط الموسيقى في مصر فيش وراه مغر المشاكل واحدة صوتها حلو بنبلع لها الزلط عشان صوتها حلو وبتغني التاني اللي هنبلع له زلط ولا نيلة عشان اللي هو لا صوته حلو ولا بيعرف يغني ولا شغال اساسي ولا شغال اعب بلع بلاي ستيشن بلو ست سنين ويشتم بس جاريت وبيعرف كم يتغلب في البلاي ستيشن كمان كمان مش فالح في حاجة خالصة طب سمعت الاربع اغاني بتو عشرين سمعتهم؟ طبعا في ملاحظة مهمة جدا واعتقد انت تشترك معي فيها انه احنا مش عارفين نقاية موسيقيا لان الكواليتي بتاع الحاجات اللي متسرب ده مش واضح مش واضح يعني كهندسة صوت حاجة تانية انت لفت نظري لها الكريدت بتاع الشغالين اعتقد النقطة دي انت لك ملاحظة عليها يعني مثلا في الجتار مثلا مين اللعب الجتار في غناية اللي قابل حبيبي انا عندي فضول اعرف مين اللعب سولو الجتار اللي في الاول مين اللعب الاكورديون مين اللعب برضو العازفين موضوع العازفين ده مهم قوي احنا عارفنا عادنا نتابع الصفحات الصناع اللي احنا عندنا على الفيسبوك او على تويتر ونشوف هما كابين من الصناع لحن كلمات توزيع فقط لكن مش عارفين باقي الكريدتس حاجة بتظلم الناس في نقطة باقي مهمة احنا عايزين نتكلم فيها انه قبل ما نتكلم على الاغاني اغنية اغنية هناك ملاحظات عامة على الاربع اغاني انه تامر حسين الشاعر الغنائي الكبير وانا مصر ان اقول ان تامر حسين الشاعر الكبير لانه ده جزء من حقه الادبي اللي مخدهوش لفترات طويل طبع مسيطر على الاغاني وعمل ثلاث اغاني من اربعة عزيز الشافعي عامل ثلاث اغاني من الاربعة ومنهم واحدة لحق وكلام اللي هي بتمنى انساك طوما عامل ثلاث اغاني طوما الموزع عامل ثلاث اغاني من الاربع اغاني والاغنية الرابعة اللي هي توزيع عميل نبيل اللي هي اللي قابل حبيبي فيبدو ان هذا الفريق او هذه الشلة هي الحقيقة كانت صدقة في انه هم ينقذوا عبدالوهاب فني معهم مادين كمان مادين ملحن طبعا مادين ظهر في اغنية اللي هي اغنية اغنية مزال عالبال دي ربع اغنية اه دي كلمات تابر حسين وتوزيع عطومة وتوزيع عطومة وانا احنا مادين اه انا عايز همسك في الحتة دي بص انا انا محبش اتكلم عنه بس انا المرة دي همسك في الحتة دي لان فيه حق فيه حق هنا ادبي للراجل ده طيب ازاي انت اللي بيت شرير ده انا شرير من الاول وتعدي الطيبة منك فهرجع شرير شوية طيب احنا اتكلمنا قبل كده على الاتهامات اللي بتتوزع كده جزافا بالسرقة وهي مش حقيقي وعملها قبل كده وقال انه فلان سرقني علشان مزورة ومش اربع موزير ماشي وهو ده كان قانون اللي يجوز ايه بقى اللحن اللي مسروق اللي عملوا مادين علاقته ايه بقى اي لحن عملوا موسيقار الاجيال يعني يعني عايز اقولك حاجة انا اسمات الاغنية اللي هي غالية بلدنا علينا وغالية غالية علينا بلدنا وعدت عيد وزيد فيها مفيش ربع مزورة مفيش حاجة خالص وبعدين انت كل ما تلاقي ملحن ناجح عامل حاجة حلوة تطلع تلقح عليه وبتاع مش ناجح دهوقتي بقى فكرة انه هو شغال بالزبط والتاني عايب بلعب بلايستيشن بلايستيشن بلايست سنيمة بالشغال وبيفسد مسيرة ساميرا سعيد وبيضيع ساميرا سعيد بيدرس السوق وبيضي على ساميرا سعيد ده هويتين عنده بيعملهم فالفكرة دلوقتي انه لا مدين عامل لحن حلو جدا والموقف اللي حصل معا ده موقف موسيق والموقف اللي والفاص بقى وشتايم واللي حصل مع تامر حسين ده إساقة كبيرة جدا اللي حصل في حق تامر حسين برضو إساقة كبيرة جدا يعني لا وياريت حتى وراه اي نوع من ال احنا كذا مرة قبل كده هنا في النفس البرنامج ده ادينا له حقه لما كان فيه تشابهات بين ألحان وألحان تاني وقلنا دي شابه دي وفلان ليه حق انه هو صح عملناه كتير معايا هنا مفيش ربع هنا مفيش اصلا دي دلالات دي دي دلالات والله عارف الدلالات سامعي السكيزوفرينيا بقى وصلت بقى الموضوع لا فعلا يعني ربانكم فعون ما علينا ما علينا فما فيش اي حاجة مالوش اي حق وبيتطاول وبيشتب عايز ايه طيب عايز ايه وبيعمل بوستات على اللجان الالكترونية اللي هو يعني فيه الجان مش عارفه بسوء هو تروأ يعني هو تروأ بسبب البوست بتاع المؤدي طب ايه طب ايه رايك في الاغاني اغنية اللي قابل حبيبي هي اول ترك نزلت كلمات تامر حسين الحان عزيز الشفعي وتوزيع امين نبيل هي اغنية مقسوم هادي مقسوم رومانسي عجبني السولو بتاع الجيتار اللي في الاول اللي من نفس الجملة اللحنية الأساسية بتاعة عزيز شافي خبرك المقسوم الرومانسي ده صعب بقى ان الاقاع اللي هو الواحدة ونص ده بتخليه رومانسي دي مش حاجة سهل ما هو هنا بقى بيلعب دور بقى الكلام اللحن والتوزيع طبعا والجملة اللحنية التانية اللي هي بس دي الجملة دي شوية قديمة طرابية شوية يعني قمع جملة شرقية تحس تديك حالة قديمة حالة الشرق القديم الجملة الاولى بقى كاتشي ده مقام نهواند نهواند على المي عزيز من عشاء النهواند الرغم ان الغنى بيخلص على الكرد السي بس هي بتركز على النهواند يعني بيستقر عن النهواند وجملة في منتهى الدلع والشياكة والرومانسية وشيرين من غنيها حلوة شيرين فيه نقطة مهمة في الاربع اغاني انها استعدت احساسها خدك بالهمهمة لفي الاول يعني الجتار بيقول مرة باكاها هي بترد على الجتار بالهمهمة في الدخلة بالزبط ففيه مزاج عالي مش عايف جابت المزاج ده منين والله يعني بكل المشاكل اللي عندها دي بس لسه عندها بتطلع عندها عندها بتطلع حسيس برضو عندها حساس يعني واعتقد ان هي مؤخرا اشتغلت على صوتها تاني رجعت تتدرب تتدرب لانه صوتها كان واضح انه محتاج تدريب كبير جدا فترة طويلة في الحفلات اللي فاتت اه دلوقتي لا صوتها جميل صوتها جميل ومكان شوية التنفيذ بتاع هندست الصوت والميكسينج والحاجات دي شوية مش واضح حصل تصرع فيه شوية يعني الاغاني ما خليتش حقها ووقتها في الحاجات دي لكن هي مغنية في الاغنية دي مثلا اللي قابل حبيبي مغنية فيها حلوة وهي رسالة ما بين اتنين مفترقوا يعني وهي بتقول للناس اللي قابلوا ويبعثلوا السلام ويقولوا كذا فكرت دي تامر عشور بقى لما كان بيقولك كلموها عني من بعيد لبعيد عرفوها اني عارف انت فكرة المرسال اللي موجودة في الموروس الغنائي ومش بقول انها شبه يعني غنية تامر عشور لكن بنتكلم على فكرة المرسال في الغنى العربي تحديدا هي فكرة اللي هو من اول قلوله الحقيقة واكلموني تاني عنك فكروني وصولا بقى الفكرة تكلموها عني من بعيد لبعيد وقولوله سماح وايه تاني فاكر حاجات تانية كانت برضو لها علاقة بفكرة المرسال أو سلمولي على اللي غايب لمصطفى امر سلملي عليه هه هه سلملي عليه اغاني كتير في الموروس كانت واخد Kerry يعني فكرة المرسال هنا. حقيقة امر حسين قدر يصيغ الحدوتة او الموضوع بطريقة رومانسية لذيذة جدا. تعايا نولي الكلمات. يلا بينا. اللي يقابل حبيبي سلامي امانة لي لو بيني وبينه ايه? ده مهما كان حبيبي والبعد الله يجزي. اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه يبعثها من وراه. اسرح في عيون حبيبي واحكي له عن الحياة. انا عجبني اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه. ياخد صورة معاه اه. على فكرة جملة صدقة اوي. مش هزم يبعثها ممكن يعمله تاج. اه. فكرة انك. اه. عجبتني. او يعمل لها هي تاج. عجبتني الفكرة. ياخد صورة معاه. اه. يبعثها من وراه. اسرح في عيون حبيبي واحكي له عن الحياة. فكرة جديدة برضو. فكرة انت. اه. طب يعني اه. خد صورة معاه وبعتها لي. علاك ان انت متصور معاه. حلو. فكرة حلو. غريبة الدنيا دي بتقرب الحبايب وتلاقي الفرحة جاية تغرب الحبايب. لرحمة اللي تسايب ولا رياحة اللي تسايب. حلو ده. حلو الجملة دي. لرحمة اللي تسايب ولا رياحة اللي تسايب. فكرة ان اللي تسايب برضو ما بيبقاش مرتاح. وكده كده اللي تسايب بيبقى في موقف صعب يعني. اللي احنا جميل قوي على مقامنا هوانده قولنا. اه. اللي هي قابل حبيبي. الجزء اللي هو بقى الثانيو. اه. غريبة الدنيا دي. تغرب الحبايب وتلاقي الفرحة جاية. في نقلة هنا بتحصل. اه. وتلاقي الفرحة. اه. وتلاقي الفرحة جاية. الحتة دي بياخد النغمة اللي هي الحساس بتاع النهواند. اه. يعني هو هو بيبدأ الاغنية على نهواند كردي. نهواند عادي. مفوش حساس. في السينيو بيروح للنهواند الحجازي. اللي هو النهواند اللي فيه حساس في هنا. هتلاقي حتى هنا الكردات. الكرد اللي مستخدمه. امين نبيل الكردات الكيبورد. اه. واخد كرد من الحجاز مش من. ينقل. مش من الكرد. اه. مش من النهواند الكردي. يعني من النهواند الحجازي. اه. فهي دي زي نقلة بتاع من الشجن. وده الفرق بقى بين عزيز والبقين. اه. هنا عزيز في اللغنية دي. يعني يعني يعلنها صريحة ان خلاص. عهد ملحنين الطبيل على الترابيزة انتهى. ده انه عزيز بيلحن على العود. والله بيلحن على العود. بيلحن بالسينس. لا يعني هو انا بشوف دايما ان عزيز بيلحن زي ملحنين الكبار بتاعه زمان يعني. الحن وفيها كده فيها تفاصيل. يعني الحتة دي مش اي حد ممكن ياخد باله منها. اه. اللي هو النقل من النهواند الكردي للنهواند الحجازي عشان يسلطانك في الحتة بتاعت وتلاقي الفرحة جاية. بيكسر المقام شوية. فدي حتة حلوة قوي بصراحة عجبتني او في الاغنية دي. اتفق معاك. اوكي. تخش على الاغنية اللي بعدها بقى. تعال نشوف ترتبها معنا ايه. بتمنى انساك. بتمنى انساك. اه لحن وكلام كلمات ولحن عزيز الشفعي. اه. توزيعتهما. ودي من الاغاني الدرامية اللي فيها قوة. حقيقي يعني اولا اه هم قرروا يلعبوا هنا اقاعة ده بستب على مستوى التوزيع. خلينا نبدأ بالكلمات الاول. كلمات. عشان الترتيب. بتمنى انساك. بتمنى ايه بقى. ثانية واحدة. نجيب الكلمات عشان احنا مش لقين مش لقين اللبس. مش عارفين نجيب الكلمات. اه. بتمنى انساك زي ما انت انسيتني في يوم. بتمنى انساك وانسل اني حبيتك يوم. بتمنى انساك زي ما انت. ماشي. هو انا حبيتك. وييجي النوم. ويجي النوم. او يجي الموت. الكبليه ده حلو اوي. المعنى نفسه. اه. يجي النوم. دي كلمات عزيز؟ اه كلمات عزيز عزيز كلمات على الفكرة عزيز بيكتب حلوة عايز بيكتب حسن من شعر غنائين كتير في السوق هو ملحن ويجي النوم او يجي الموت فهي عايزة بس تفقد الوعي سواء موت او نوم ابطل ابطل الاحساس ان فيه قلم هو الموت او النوم الاتنين هما بس اللي ممكن ينقذوك من من القلم فبص المعنى بص المعنى يا عسل معنى مين يا عسل لا بجد معنى جمد يعني معنى بس يسكت صوت القه والعتاب واللوم بتمنى نساك انا بتمنى نساك هو انا حبيتك ليه صدقت كلام اوهام وصحيت على نار وقلام كان قلبي وحيد مرتاح وانت اللي مليته جراح خلتني احبك ليه لما انت محبتنيش وازاي انا بموت وتعيش وعنك بالليل بتنام جميل حاجة بتمنى تزول ملامحك من باية تزول لو حتى تروح بتلوها الروح مقبول اه يعني حتى لو هموت بس انت تمشي تمشي يعني بتلوها الروح ملامحك تزول اه لو بتلوها الروح في جن لابسها وبيضربوا فيها عشان في الاخر ماتت اه الفكرة فكرة انه الزوال الصورة اللي هو حتى لو هتمشي بس ده هتاخد يعني روحي حياتي بس تطلع تعبير على شدة القلم بعبير عن خروج الجن هتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بتلوها الروح مقبول بس مش معقول اتعذب على طول كل يوم بعنيك مشغول كل كل هو لو نيدي النقلة بقى اللي حصلت هنا مشغول هنا المخاطب مذكر مذكر فمعرفش النقلة المخاطب دي علشان الافيا علشان الافيا تمشي صح كتت معمولة للمطرب راجل يعني وشيش لا لا ما قدرش اقول كده بس هي الافيا ممكن تكون حكمت انه يخليها يبقى زوكو يعني مخاطب مذكر يعني او الضمير الضمير المتكلم هنا مذكر يمكن اصدع الروح لو حتى تروح بتلوع مش مذكر بس هنا مش فاهم ليل مخاطب مذكر غير لو كتتقول ليه معمولة اصلا للراجل وتم تغييرها او شين عجبتها فغنتها بس هي هنا مفوت كتقول مشغولة عشان الافيا فيها اقول في الاخر مش فاهم ده فيما يتعلق بالكلام بس تعال بقى نروح لللحن لان اللحن بصراحة عجبني جدا وتصعودي في ملحمة بتحصل في الثانية باتمنى انساك باتمنى دا دا باتمنى دا تي را 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 رويجي النور رويجي المور دا لا 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 كل ده شيرين بتغني من طبقة منخفضة طبقاتها مقام نهواند ده على الله بالضبط على الله حكايته على الله حكايته فاهم نهواند على الايه مش اصلا واسمها ايه برضو ايه ماينر غربها علشان خاطر ما تبقاش ايه ماينر سكير طائلة التكفير المهم يا صديقي التصعود اللي حصل في اللحنة ده عجبني جدا جدا لانه هنا شيرين اولا بتغني في المنطقتين الطبقة الواطية والطبقة العالية بتغني حلو جدا الجزء بقى اللي بيحصل فيها من اول هو انا حبيتك لي صدقت كلام اوهام تحس ان عزيز خد السلم الموسيقي وطلع بي هو طلع على الخمسة اللي هي الكرد شوية هو ارتكاز وهمي او فرعي على الكرد شوية لكن هي بتقفل على النهوان داعي بس هي طلعت للخمسة ومن الخمسة ستة سبعة يعني طلعت للجواب يعني فهي فعلا في كمال هي وصحيتها على نار دي جابت اخيرها واحساس وهي كمان ما كانش فرع معاها انها يعني تكون عفقة صح على قد ما فرع معاها تطلع على الاحساس احساس كان في حتة بتتنهد فيها تقديم تتنهد فيها اه تاخد نفس كده تاخد نفسها في الحتة بتاعت بتطلعها الروح ده في الكوبليت تاني الكوبليت تاني اه لا وفي الثاني وكمان في التصاعد في الزروة هي مش عفقة قوي النهوان بس هي مش فرع معاها هي حبة انها توصل لك المشاعر الغضب اللي جواه يعني فيه غضب هو انا حبيتك ليه سدقت كلام وبتنفعل بقى في الآخر فتحس ان يعني بالفريكونسي مش صحة قوي بس معدها عشان ننفعل فيه احساس مؤسود كمان اعتقد وده عالج بعض العيوب التقنية اللي كانت عند شيرين الفترات اللي فاتت وان كنت اؤكد انها في الاغاني في مجموعة الاغاني دي استعادت جزء كبير من اللي قطها الغنائية اه الاحساس كان عالي جدا ويمكن كمان التوزيع اللي عمله تومة بصراحة كان مفاجأة بالنسبة لي لانه برا مدرسة تومة تماما يعني اهو عملها اغاني تانية هترجع بقى الهوبة هاوي يلا الرقص بقى والمقاسين بتاع التوزيع عنده تومة برده الصخبة يعني الصنف بتاعه موجود اه بس هنا اتعامل مع الموضوع بشكل هو فكرني مش مش الشابه فكرني بيه لما اختلف لما عمل الاغنية ديوتو اللي مع حمائي اللي هي ربعية صلاح جهين مع لما عمل انا لو ازيته اه فكر انا لو ازيته كان عامل دي عن كده ايه هنا وده اجبني تومة لما بتكسر التوقعات حقيقي هو عنده عنده اصوات بس هم كل المطربين بيروحوا لتومة في المقاسون هاتلي الصنف بتاعك اديني حتة تومة ايوه وهو كمان سيجنيتشار بتاعك اه وهو عنده حتة كده في المقاسون بتاعه اخشى انه هي تكون تم استهلاكها كتير قوي لفترات السنين اللي فاتت لكن حصل اه حصل ان مش بس هو استهلكها وفي الناس بدأوا يقلدو فيها فالناس غيره كمان بيعملوها تومة بقى فكله بقى ينحط الحتة دي فخلاص يعني بقى ليه مدرسته لكن اعتقد ان هو محتاج انه يشتغل في المناطق دي بقى يعني الاشكال الموسيقية البعيدة عن المقسوم وهنا تومة وعزيز الاثنين بيطلعوا لصانهم للي عايزين يحصروهم في حتة اه اللي عايز يقولك ده بتاع بس ده بتاع ده تومة ده عزيز بتاع هو عزيز عزيز من زمان على فكرة وهو يعني خلاص يعني اثبت ومطلع لسانه واثبت لكل الناس وانه راجل يا انا اعمل كل حاجة عمل كل الاشكال كل الاشكال الموسيقية وكل التنوعات ومقامات وكل حاجة واعلنها صريحة لقد انتهى زمن التطبيل على التربيزات كلام ديك يا جار بجده يعني لحن جامد ولحن جامد جدا احساس واكل مع الناس قوي بقى يعني يسيبك من تقييمنا يا عم احنا تقييمنا احنا بنجامله احنا بنطبل العزيز الشفعي وبنطبل تامر حسين طب الاغاني واكلة مع الناس ليه احنا يا عم احنا مخادعين ومزيفين للحقائق وبنمسك بنعمل الفيزيق شربات ليه الاغاني واكلة مع الناس يعني نجحة ليه احنا اللي بنروح نواسوس في دماغ الناس اللي هم حبوا حبوا الاغاني بتاعت عزيزه وتامر هي نجحة انا عجبني كمان البادز اللي استخدمها تومة في الاغنية دي الأصوات بتاعتها كانت رئيئة قوي يعني طبعا احنا الكواليتي اللي نزل بيه الاغاني يادوب بتحاول تلقط بالعافية وتروح حط ايربوتز وسمعات عشان تسمع عشان تلقط صوت مش ماستر دي مش ماستر يعني اكيد من ماستر بس طبعا اولا انا اسمعت تامر حسين يعني في بودكاست قريب كان بيقول حاجة مهمة جدا انه اليوتيوب بينقل الكواليتي الصوت لما بتنزل اغنية على اليوتيوب عشان كده وانه في منصات برضو للأسف الكواليتي بتقلل انا كمان انت بتنزل من اليوتيوب بتعمل داونلود من اليوتيوب اللي هو اصلا منقص الكواليتي فالداونلود برضو هنزل منقص حتة زيادة من الكواليتي بعد كده تعيد رفعها تاني على منصة تانية فالكواليتي عمل بيتاكل في النص في النص كل رفعة مع كل داونلود وكل ابلود في حتة بتتشلم الكواليتي لأنه كمان في الأغنية دي في خطوط واتريات هي ملعوبة هي بالكيبورد بس طول الأغنية وراء شغالة بتخلق جزء من الهارموني دي مش هتعرف تسمعها لو انت بتسمع الأغنية على تويتر أو انستجرام أو على الموبايل كده بسماعة الموبايل كده مش هتفهم يعني أتمنى أنه عشان كواليتي المزيكة نفسه يبان أكتر أن الأغاني دي يتم إنقاذها بس نروح للأغنية الجاية ولا عندك حاجة في الأغنية دي لا لا تمام جدا الأغنية اللي بعدها بترتيب النزول ما زال على البال لا مش تجيل ترتيب النزول هنحتفل آخر واحدة هنحتفل صح لا هنحتفل التالتة هنحتفل التالتة يبقى هنحتفل التالتة هي كلمات تامر حسين لحنا عزيزي الشفعي توزيع تومة تقيرك في الأغنية دي أصلا هنحتفل سواء نجيب الكلام بس روتانا معذباني والله بالمناسبة الأغنية دي فيها حاجة عجبتني أنا سلطنتني التالييل والموال اللي بتعمله شرين في الأول يعني اللي هي حتة أولا معمول إفكت لصوتها اللي هو إفكت اللي بدي صوت الراديو أو التليفون ده اللي في الأول اللي هي بتغني وهي بنت لازينة صوتها حتى في الإفكت دي بتطلع الحتة الشجن اللي فيه فحسستني كده عارف انت أولا فكرتني بشرين قايا ليل وفي نفس الوقت فكرتني بعدوية يعني هي حسيت انها واخدة تكنيك عدوية وهي بتقول الموال ده في الأول فأنت مهدتلي ان انا داخل على أغنية شعبي وأنا بقى وأنا بحب شرين عبدالوهاب لما بتغني شعبي آيا ليل بقى يا جماعة احنا كنا مفتقدين شرين عبدالوهاب في الشعبي بتوحشني غير كده كمان لا هي زماني آيا ليل جرح تاني جرح تاني الحاجات دي وأنا أعتقد هنا انه كان في بالك لو جيت في بالك آه زكاء أعتقد كان فيه زكاء هنا من عزيز وتامل حسين ان هم رجعوها للمنطقة دي يعني خدوها بقى لحتة الشعبي الشرقي الطربي اللي هو فيه شقاوة اللي شرين عبدالوهاب الناس حبيتها بيه نجحت بيه أصلا نجحت بيه نجحت من خلاله بالزبط فدي أهم نقطة أنا لفتت نظري وأنا بس مع الأغنية في الدخول كده أنا اشتريت يا معلم أيوة حاجة فعلا حرشة أغنية حرشة شوية ودي لايق على شخصية شرين المهم بقى أنه تعالى بقى روح للكلام أنا حاس أن كل الأغنية نزلت حلوة جميلة ولايق على شخصية وهنا ده يحسب ليه الصناع هو بس ببداية عشان نبقى عارفين بس شرين واضح أنه يعني اختياراتها أنا مش بقلل من أنها اختارت حلو أو بنفي عنها أنها اختارت أغنية حلوة لكن شرين لو جيت قسطة على الاختيارات اللي فاتت هتحس أنه مش شرين صحبة الرأي النهائي في الاختيار أو بتتأثر باللي حواليها هي هي بتختار 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 صناعة وتسلم لهم نفسها يعني هي بتجيد اختيار من يعني من الشخص اللي في اللحظة دي ممكن أثق فيه أشتغل معاه وده برضو مستوى من مستوىات الاختيار معايا يعني هي ممكن يعني فهم يعني تشزم الأغاني بس هي على الآل أنا هثق دلوقتي في عزيزي الشفعي في تامر حسين في أمين نبيل في فترة كان نابولسي كان حسن الشفعي فهي دايما بتختار يعني مين اللي دلوقتي منور وناجح وشايف أنه هو مين اللي يسوقه معايا فده في حال ذاته مستوى من مستوىات الاختيار ده مستوى والمستوى التاني بقى مطروك لضمير وموهبة الصانع الصانع وهنا لا هم التلاتة والأربعة مادين تامر حسين عزيزي الشفعي أمين نبيل أعتقد لسه هيظهر أعتقد أن نابولسي كان عامل معاه لغنية وي مش وي اللي هي شركة وي اللي لسه غنتها دي كان بتاعت شيرين أصلا وكانت معمولة على صوت شيرين وبتاع بس شيرين اختلفت على الأجر تقريبا أجر الإعلان فجابه إليسا بس دي كانت غنية شيرين دي كانت عزيزي الشفعي ونابولسي وأيمن بهجة أمر ولا كان كلام أنا مش متذكرها بصراحة بتاعت رمضان بتاعت رمضان دي كانت كلام أيمن بهجة أمر ولحنا عزيزي الشفعي أه 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 كلام أيمن ولحنا عزيز دي كانت غنية شيرين وكان توزيع نابولسي ولا أمين نبيل دي كانت اغنية شرين بس اختلفت مع ويف ضيعت من ايدها اغنية نجحة وكان ممكن تبقى يعني ظهور في رمضان قوي بس نفس التيم اهو اتكلم في عزيز ايمن هيظهر اظن انا بشكرهم جدا ان هم عملوا اغاني حلوة لشرين عبدالوحيد اخيرا هم وضعهم بيحبوا شرين عبدالوحيد فطلعوا لها الحتة على الحبل يعني حتى اغاني عزيز هنا اجمد من اغنيته مع انغام هقولك حاجة هو برضو هو فيه جزء من النقطة انغام هي اللي بتختار انغام اللي بتختار تقود عالكلام فده اختيار انغام انما هنا اعتقد انه عزيز وتامر تحديدا وعزيز كمان من الناس اللي انا يعني عارف انه عنده سلطة اكبر على شرين لا مش حكاة سلطة اكبر على شرين هو لما بيعمل لفنان شغل ما بيتعملش مع ابنطق ان انا هعمل لك اللي عندي وخلاص هو بيطلع للفنان اللي يليق عليه وعنده رؤية وعنده رؤية انت شخصيتك ايه فاي اللي ينفع عليك وهتعمله حلو ازاي لايه عليك في الوقت ده كمان بش في اي وقت بالزبط فانا بحييهم بصراحة تعال ان نرجع لكلام الاغنية كده لانه الكلام بقى من الاخر كلام انا عجبني صايع لا اعجبني صايع حسيت ان رؤة بتغني من الاخر يعني انا عايز اقولك لو كنت معي تركيزي كله ودنيتي ليك انا عايز اقولك لو كنت معي ماشي لا اا لأ عادي مضاك ارادي عشان بيعيدوا الكلام زي مرور دي بقى مشكلة روتان لأ عادي جدا هلغل لورايا وافضالك انت ودلع فيك رؤة تليفوني هيتقفل هيتقفل وانا وانت هنحتفل هنحتفل باللحظة الحلوة دي واندوم ده حرام عليه ده حرام لو الواحد غفل ماشي عايز استغلك وما سيبش دقيقة ما تكونش فيها العين في العين انا مش ببالغ لا دي حقيقة جنب الامر ده وابص المين مش يعني كلام غزل غير عفيف اه وهي لا هو عفيف اه وهي مو يتمي اصطيب تامر بيزعل من موضوع لا بالعكس هايقول لك ما معصولش بس هي فيها تاتش غير عفيف يعني هو تاتش شقاوة ويهي المشكلة والله يعني انه يبقى فيها خليها خليها انا عارفة تامر ممكن يبقى اخذها من منطق ايه واحدة بتغني الجزة ماشي ايوه عام عادي موضوع بس الميزة في الموضوع ده كله انه هو التفت لقضية العصر اللي هو بتاع الموبايل او السوشيال ميديا ايوه ان انت تلاقي اتنين قاعدين مع بعض كابل يعني متجاوزين مخطوبين متصحبين وبصين في موبايلاته دي قضية العصر فيه فيه اغاني نقشة الموضوع ده قبل كده فيه حد قاله فدي فكرة جديدة تليفوني هيتقفل ولا وانت هنحتفل تليفوني هيتقفل يعني هفضل بصلك فعلا زي ما الكلام بيقول فيه فيه سياعة جدا يعني سياعة بالمعنى الجيد يعني سياعة اللي هو هقولك عايزة استغلك ومسيبش دقيقة متكونش فيها العين في العين انا مش ببالغ لقى دي حقيقة جنب الامر ده وبص المين يعني برضو بتنكوش وبتنغش وغزة الواحدة بتعاكس راجل وافضلك انت وادلع فيك ده مفيش راجل مش هيحب الأغنية دي وهلغل لورايا وهلغل لورايا طب يعني فكرة بقى اللي هو انا سايبة الدنيا واعدالك عارف انت انا اصلا الاغنية دي لما شفتها اتخيلت صورة معينة انا اتخيلت صورة معينة كل واحد بي اخرجناها اه اخرجناها كلها فده نجاح من الشاعر لما يوصلك البرحلة دي انه مثلا ممكن يكون واحد تخيل ده مر بي مثلا او تخيل انه بيتمنى بيتمنى هذا المشهد او حد كان في علاقة فحصل معاه كده او واحد قرريدي في علاقة بيتعمل معاه كده فيقول لك يا ده فكرتني بال فهم هي دي الفكرة او حد بيتمنى عارف انت كل الرجال اللي نفسها في روقة فاللي هو يعني مش روقة هي عادي مجرد واحدة مهتمة بيك يا عم مش مهتمة بيك على الاقل انها مش ديستراكتب بحاجة تانية يعني الفكرة انها بس اللي هو الحد الادنى في العلاقات العصرية عشان كيقولك هي اغنية اغنية عصرية جدا اغنية يعني علاقات عصرية المشاكل العصرية قوي بتاعت العلاقات فكرة الموبايل وانت بصص في الموبايل وبتاع لأ انا بصصلك او انا معاكي او انت معايا فهم فده في حد زيته ودلوقتي بقى من اقصى الطبوحات انت بتشبهه برؤة بس على فكرة ده مش مستوى رؤة ده مستوى قلب كثير من رؤة بس هو في العصر الراهن بقى حاجة كبيرة يعني صحة؟ انت ايه رأيك بقى في لحنة الاغنية لحنة الاغنية هو عزيز شفع يعملها على مقام البياتي هنا ده بقى هو عامل اغنية النهواند نهواند دي واحدة بياتي واتنين نهواند نعم لحنة سلطنة جدا بسعب انا في حتة بقى عجبتني في اللحنة ده اللي هي الجزئية بتاعت لما بتقوله انا عايز اقول لك لو كنت معايا افضلك لالالالالي لالالي لالالالي لالالالالالال لالالالي اللى وراى بسمع رياض الصنباطي بسمع زكريا أحمد بسمع هلحن الحد من الناس دي لجان جنه بقى كفاية عزيز وتامر حسين بقى كفاية عزيز وتامر حسين عايزين الليلو ليلو هيرجع تاني الفن الهندي والتركي والأسباني المسروق الأصيل طالوا شغل اللجان ده انتم مفضوحين قوي بقى يعني ده بيخشوا على أغاني مش كاتبها تامر ولا ملحنة عزيز كفاية عزيز وتامر بقى نرجع لمرجوعنا هذه الأغنية كفاية الجن بقى مش عارف أشوفها شوفها نيكي سننا مش هلحنه الحن عمرو دياب دي عارف يعني حتى الأغنية اللي معلقى لغاية دلوقتي من هذه الأيام يعني استتحية في التامر حسين وعزيز شفعي بصراحة عمل أغنية سلطنة مبهجة شرقي حرشة مصري جداً أعادت جزء من هوية شيرين الفنية الهوية الشعبية والجزء من هويتها شيرين فرع القلعة ده كان بقى لنا كتير اتناسى اتناسى شيرين فرع التجمع شيرين فرع التجمع ده حلو برضو حلو على فكرة بس فرع القلعة كان حلو برضو فلازم من حين لآخر نحيي خلطة نصر محروس اللي اتعملت زمان مهم جداً مهم أن يعيد يعد إحياء هتين بالزبط نروح للأغنية الرابعة والأخيرة مازال على البال والأغنية الأزمة أزمة مفتعلة ولا ليها أي معنى كلمات تامر حسين أنا حتى عايزك تتكلم فيها فعلاً مفيش أزمة يعني مفيش ربع موظورة نتكلم فيه مفيش حاجة نتكلم فيها أصلاً هو كمان أنا فيه حاجات في الأغنية حلوة يعني عايز أتكلم عنها هي كلمات تامر حسين لحن مدين توزيع تومة أنا بشكل عام الأغنية رومانسية لو هنتكلم على مستوى الكلام أغنية رومانسية عن فكرة أننا لسه لسه على البال ولسه فاكراك بس أنا عجبني مازال على البال مازال دي دي مغربي خالص بس تامر لسه لسه يلهم عمر لا يعني مازال ماشي اللي هو ألهم عمر في الألبوم اللي فات فتكرار سيكا هنا فيه تكرار سيكا بس هو المفردة تعتبر جديدة على الودن المصر لا دا أنت مازلت لا دا أنت مازلت مش مازال لا دا أنت مازلت لا سواني سواني وعزيز كان عملها بردو متتعوضش بحد متتعوضش بحد بردو متتعوضش بحد كان كان كلمات تامر صح؟ ورحنا عزيز وما بتغيبش كان فيها مازال بردو خلينا فتكر اسمك قدامي لو تقال بيحرك قلبي في الحال في الحال شوف من إمتى وإحنا بعاد لكن لسه مازال لكن في أساس لسه مازال فأنا عزيز قالها مرة وتامر قالها مرة فمنتعوضش لا دا أنت مازلت المفردة نفسها فالمفردة بقت من حاجة مش درجة لبقت حاجة درجة يعني رجعت تاني بس هي مازال طبعا كلمة في الأساس يعني لغة عربية فصحة يعني لكن هي المغربة مازال مازال يعني كان فيه غناية مغربية اسمها مازال مازال كان فيه غناية بتاعت سميرة اسمها مازال قريبة قبل ما تشتغل مع أستاذ اللي عملها لها الفناير تقريبا فرقة فناير هم اللي عملها لها مش عارف بس كانت ردو عن تقريبا لا 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 مش ردو كانت في 2011 2012 مازال الفناير فرقة فناير اللي عملها لها السلاصة بتاع فناير عملها لها أنا عارفهم قبل ما تشتغل مع موسيقر الأجيال في فترة اللي احنا فيها بالمناسبة هو تخانق مع سميرة برطو يعني في بدايات نجاحه مع سميرة بعدها تخانق مع سميرة وقعده فترة طويلة بيشتغلوش مع بعض ورجع بقى اللي هو عتزلك على ايدي يا رب اللي هو أخلص عليك فاتت الايام واليوم بيجيب مية لبعت لي سلام ولا عرفني النية اه راح وارتاح وسايبني انا بستنى غابت الافراح على الجرح الله يا عنا فاتت الايام واليوم بيجيب مية اللي بعتلي سلماشي ده الإعادة وما زال على البال وما زال غالي علي وليالي طوال بح لم يرجع علي دبرني يا خال حلوة دي مفرادة حلوة الجديدة دي ما بتتقلش كتير البحث عن المفرادات الجديدة عشان تكمل الأفية أو تمشي على الأفية صح فتجيب لي حاجة حلوة دي جميل وتمشي فولكولور وتمشي جديد وتمشي كلاسيك وتمشي كل حاجة مش بلاحظ ان تامر حسين بقاله فترة بيتلاقيه بيجيب حاجات من ريحة الفولكولور فده ودائما يقول لك لما هتحب الجدد دور في القديم قوي يعني ارجع للأصل فده طبعا بيعكس ثقافة انك لازم تقرأ ولازم تكون بتدور وبتسمع وكده في ناس تانية اللي بتدور ولا بتقرأ ولا بتسمع وبيقعدوا ويعيدوا نفس الألحان اللي اتعملت من 28 سنة بالضبط لا لا هو مجتهد بصراحة دبرني يا خالد الليني ورقف بيا ورقف بيا قصر للغيبة بعده بيقتل فيا مش هات اللي بعيد هتهلنا في سكتنا فينها الموعيد فينها يشوق دنيتنا حلو حلوة التفعيلات دي لا لعين بتنام ولا عارفين نتهنى داخلين على عام واحنا بعيدة على الجن داخلين على عام يعني فات سنة نسعبين بعض داخلين على سنة تقريبا وفيه شوية فصحة وشوية عام وشوية في الكولوريك والله دي ستة أصيلة ان هي بقالها سنة بعيدة عنه وهي معرفتش حد تاني يعني ما عملتش موفقون من سنة دي مدة طويلة جدا لسه الأحوال ما تصرش وتعبنا هم ويتشال لما نلاقي حبيبنا للاعين بتنام ولا عارفين نتهنى داخلين على العام واحنا بعيد على الجن ايه رأيك في الكلام ده عجبني المفردات اللي بستخدمها تامر حسين اندبرني يا خال اندبرني يا خال عجبتني مازال على البال مازال على البال حلو اه وورق اوف بيا اه عجبني الحالة اللي كتبها يعني الكلام موسيقي اه يعني فيه دايما يعني حتة الجرس الجرس دي تامر حسين مش وقت حقه عليه هو أحسن شاعر موجود دلوقتي بيعرف يعمل جرس موسيقي للكلام لما يجي يكتب على لح وفي نفس الوقت والناس مش بتعطر ده ليه طيب وفي نفس الوقت يجيب لك مفردات مش مستهلكة يعني فاهمني بيستخدم حاجات كتير مستهلكة بس بيعرف يستخدمها بشكل موسيق كويس يعني مثلا هو كان قريب بيتكلم على فكرة اللي هي ايه تعالى 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 اللي احنا اتكلمنا عليها المرة في بودكاست كان عليها بيقول ان انا فيه فيه كلمات مفتاحية كده اللي هو لما بتتردد سهلة وبتتقال عن فكرة ده اللي احنا اقولناها بردو اه اه سهلة الحفظ اه فهو بقى بالخبرة وبالوقت عارف ايه الكلام اللي ممكن لو تردد وتكرر يبقى سهلة على الود دي حاجة دي النظرية بتاعك تعالى 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 دي حاجة بس كمان الفونتكس بتاعته فيها مفيش يعني هو دايما ظابط الفونتكس او مزيك يعني الكلام نفسه مخارج الحروف وموسيقية وده مش بيتقدر احنا عندنا ثقافة المعنى ثقافة القافية ثقافة الاف vier ثقافة ما عندناش ثقافة الجرس اقول لك سببها ايه عشان تامر في البداية كان بيلحن ويكتن وكان بيغني في بداياته هو ميوزيشن كان بيعمل هو كان في بداياته بيعمل اغنية كومبو اجب لك اغنية متلحنة هو اللي ملحن عنده رؤية موسيقية عنده رؤية موسيقية وهو عنده حس غنائي وفيه أغاني ينزلها بصوته وتامر وبيشوف اللي بيتخيل الأغنية مش بس ككلام بيتخيلها موسيقية أقرب إلى صانع أغنية كونه شاعر فقط هو كاتب وشاعر لكن هو بيروح صانع الأغنية طبعا الخبرة الكبيرة اللي أخذها طبعا اللي هو من الناس اللي بتركز في تفاصيل صناعة الأغاني من شغله مع عمر من شغله مع الناس اللي اشتغل حمائي من شغله مع تابر حسني مع كل الفنانين مع عمر بنيب هو دايما بيتعلم من كل حد حاجة منهم في خلال ما صرته فكون الرؤية والخبرات الكتيرة اللي بقت عاملهم طب اللحنة مديان مديان بالصراحة عامل لحن سرقوا من موسيقار الأجيال نصا وإحنا كلنا هروح لفعل قضية عشان كده نجح له لأنه سرقوا من لحن موسيقار الأجيال موسيقار كل الأجيال له لأنه عامل لحن موسيقار عمره ما كان هينجح بدليل إن إحنا لما سمعنا اللحن فضلك بطل تسرق موسيقار الأجيال ما سمعنا اللحن اللي عامله موسيقار كل الأجيال موسيقار كل الأجيال فاكتشفنا إنه ملوش علاقة بالتاني خالص يعني لحن مديان ده حاجة ولحن موسيقار كل الأجيال حاجة تانية فأنا هموت وأعرف فين السرقة يعني مزورة واحدة حتى سرق فكرة اللحن سرق ورقة من الكراسة اللي أنا بدون فيها فكرة اللحن بعد كده سرق القلم اللي كان جانب الكراسة اللي فيها الورقة اللي أنا كنت ما هو يعني إيه سرق فكرة اللحن يعني إيه سرق فكرة اللحن ما هو يا لحن تسرق يا ما تسرقش يا اتخذ حتة من لحن يا ما اتخذش إنما إيه سرق فكرة اللحن يعني اللي هو أنا قلت النهاردة هلحن وونا يالشين عبدالوايب فقام جالجة لحن لها تسرقت مني إنية ان انا عندي فكرة ان انا هلحن اشرب له ايضا عجبني بقى اللحن بتاع السينيو قوي اه وما زل على البال وما زل حبك دبرني يا خالق مقام كرد ده محرم المقام كرد كده اغنيتين هاواند وغنية كرد وغنية بياتي تنوع ملحوظ برضو ده مش آبوم ده مجرد اغنيه نزلت صح؟ اه ما عرفش لو في بقى اغنيه تانية هتنزل ولا بس انا عجبني ماديا قوي في الفترة دي متقلق عمل لعمر دياب اتقى الورادي وعمل اللي يمشي يمشي وعمل لعمر دياب بغنية ملازم اللي هي بيوحشنة بيوحشنة جميلة جدا اه مقام حجاز ها فا اكتشفت انها حجاز وكرد كمان اه الجزء التاني الكبلي الكبلي كبليتان كرد وفي اول بيوحشنة 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 ده كرد وعمل رامي صبري بطبعا كذا اغنية حلوة فاكر نفسك هدية اه دي اغنية دي بتاعتي دي اغنية دي بحبها اه فاكر نفسك هدية ابعوت من السماء وانت سياوة زيا بيات اه عمل اغنية بحكي عليك برضو في الشيط اللي بعد وانا بحكي عنك ساعد بتنزل دبع من عيني ويعلم ربنا اني لا 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 ملمع ومنور يستهل ان يوجد غز تجاهه دلوقتي في ناس متغازة دلوقتي اه دي النفسي السودة بقى اه نجاحي الغز برضو انه انه لبقى هو هو كمان بيعمل حاجات هو تخلي بالك مادية مش من الناس اللي بتحرق كتير يعني ما تلاقيش مادية نازل بوم ضرب اربعة خمس الحان في وقت واحد في وقت واحد فقاله لأ فتلاقيه لكل مع كل فنان عامل له اغنيتين بس حلوين ملفوفين ملفوفين في لفة حلوية اه لفة جاتوه لفة جاتوه اه فطبعا يعني عزيز في ظهوره اه فطبعا يعني اللي هو فيه نفسية سودة طبعا يعني ربنا ايش في الناس اللي بت يعني دي ظاهرة دي ظاهرة غريبة جدا في الوسط الفني ما حصلتش ان فيه ملحن او شاعر او مطرب حتى عمل كده انا ما شفتش ده قبل كده خالص لا لا خالص حتى في زمن ما قبل السوشيال ميديا انا ما شفتش حد طلع هاجم زميله بالشكل ده يعني في الصحافة وفي الاعلام مفيش يعني الحلمي بكر اللي كنا بنقول ان هو بينتقد ويهاجم استاذ حلمي بكر الله يرحمه كان موسيقار كبير اه عنده خط احمر وكان عنده وكنارو كان وكنارو كان عنده رؤية هو كان عنده رؤية موسيقية انو بينتقد الناس ما بقولة سرق موسيقى وكان بينتقد الموسيقى كان معطارد علي شكل موسيقى mechan темado حقه بقى حر الله يرحمه وقع نفسه شاي هنا الجه scholarship لكن فكان بالده ايش فيه وك 온نا سرقين مني وهو احسن منه وانا احظر اولكده اللهARS كانش فيه تطاول كانش فيه تطاول علي الناس Stamping تحية المديم تمنى له التوفيق وتحيل بديا جدا وتحيل تومة برضو اللي عمل التوزيع المميز يعني فيه تنويع ونتمنى للشنين عبدالوهاب انها تحل مشاكلها كلها بصي غير العتبة والله بجد تصدقيني احيانا كده لما الواحد بيطلع برا في حالة كده مش شرط ان انت تكون وحش والطرف التاني وحش سيب التجمع وتروح زايد مثلا مثلا يعني فتلبس اللبسة انية الهناك لا هي محتاجة فعلا تعمل حاجة هو التركيز دايما حل الازمة في الشوكل اللي عنده مشكلة يحط دماغه في الشوكل دماغه هتتلهي وهتنشغل وتبعد نصيحة للشنين عبدالوهاب كفاية ظهور اعلامي وتليفونات وفي الميديا وحط بلاستر على بق اخوكي او اصحابي منه التليفون ده مبدئيا اخوها كونج كونج ده يعني ده لازم يمنعوه يكتب اي حاجة مفترض انه اي حد حوالين شنين عبدالوهاب بتلاتة مثلا منهم اوي وشغلهم كتير جدا في فترة الفاتت فنتمنى ان المشاكل تتحل وتنزلي مزيد من الاغاني واللي نزده قبل كده باصل راجع يتنزلون بكواليتي تاني اعلى من كده عشان نسمعهم بشكل افضل مصطفى بسطة جدا معك في الحلقة دي استنونا في حلقة جديدة من بودكاست ورمصنا الاغاني